الاهلي قال لك عمر كامال عبدالواحد عايزينه جدا بس مش هيخشه مزاد هو كده كده عقده بينتهى في نهاية الموسم ازا مالك عايزه وبراميز عايزه والاهل عايزه ومودن فيوتشر عايزي جددله اللي هيعرف يدي المودن فيوتشر فلوس في شهر يناير حياخده في يناير اللي هينتظر هيبقى في مزايدة على ردبه في نهاية الموسم يعني في نهاية الموسم هيبقى المزادة على المرتب بتاع عمر انما في يناير مودن فيوتشر هياخد كام هو ده السؤال اللي طبعا اللي عيب في حسابات النادي الاهلي الكولر طالب تمديد عقد بيرسي تاو بيرسي تاو قاعد على فكرة لنهاية الموسم اللي جاي دي سا عنده موسم تاني بعد ده يعني لنهاية موسم 25 فكولر طالب تمديد عقده كمان سنتين الحقيقة هو مجلس الادارة موافق تماما وهيبتدي الفترة الجاية التفاوض مع بيرسي تاو لتمديد عقده ممكن يبقى نسخة اخرى من علي معلول يعني يقضي بقى حياته مع ان هو الحياة مقدة بشكل جاد جدا السنة اللي فاتت والسنة دي هو مركز يعني الحقيقة يعني حتى لو بتراجع مستوى مع بقى الفرقة بعض الماتشات لكن بيرسي تاو من وقت لما جيت كولر وهو مركز جدا جدا واحد الاعمدة الرئيسية دلوقتي في الخط الهجوم للنادي الاهلي زي ما قلت لكم موكيل جروس بيعرض طبعا انا ما اعتقدش للزمالك هيقبل التعاقد مع جروس لانه بعيد عن التمدريب بقى له سنتين وكبر في السنة والامور صعبة جدا الزمالك بيفكر كنت قبل كده قلت لكم خبر ان مروان حمدي الاهلي بيترقب موقفه مع المصري الزمالك كمان بيبص المروان حمدي الزمالك عايز يعمل تغيير في الخط الهجومي كله يعني ممكن يبقى سيف الجزيرة لكن البقى كل يحصل تغيير فيه فمروان حمدي من ضمن الناس اللي بيشوف الزمالك هل هيكمل مروان في المصري ولا اذا عرض للمصري نتيجة العلاقات الطيبة الزمالك حتى كان عنده المشكلة بتاعت احمد عيد وبتاعت احمد ايمان منصور وتنازل عنها الزمالك مؤخرا زي ما احنا عارفين يعني فالعلاقات بين الزمالك والمصر قوية ممكن يحصل تعاقد مع مروان حمدي كمهاجم لنادي الزمالك الزمالك يعني يمكن خلال ساعات او وقت قليل وفق الاخبار اللي جايالنا هيوجه الشكر لبعض المسؤولين في قطاع كرة القدم كابتل اسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين كابتل بدر حامد كابتل محمد حلمي والاتنين مرشحين لتولي هذا المنصب منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك انما مجلس الادارة هيوجهه للشكر او بالاحرى بقى المشرفين على الكرة او قطاع الكرة كابتل احمد سليمان وكابتل حسين السيد هيوجهه الشكر لكابتل اسماعيل يوسف الفطرة الجال المفاجأة انه فيه فكر في نادي الزمالك بيفكره يستعيده سيف جعفر المفاجأة هي ان سيف جعفر قدرت الزمالك لا تمانع عودة سيف جعفر على فكرة يعني اللعيب ما بيشاركش يعني يمكن حتى شوية يوسف وقسام النبيج بيشارك بعض الاوقات لكن سيف بعيد وحصل اتصالات مباشرة بين سيف وبين الكابتل احمد سليمان وبين كابتل حسين السيد وسيف وسيف ما عندوش مانع يرجع مع الادارة دي وممكن يحصل ديل مع البراماتز في الفترة الجاية هو ايه انشوف لكن الزمالك دلوقتي بيدرس بقوة الكابتل احمد سليمان وكابتل حسين السيد عودة سيف جعفر مرة اخرى لفريق الزمالك لنص الملعب لان الزمالك محتاج اتنين لا ايه وحتاج يرجع حمد علاء محتاج سيف جعفر ازاي يمشي سيف جعفر اصلي يعني يعني حاجة لما تيجي توقف تفكر فيها كده ما تصدقش ان سيف دا يمشي ويوسف وقسامة دا يمشي طب ما تيجو بقى نطلع فاصل عندنا بعد الفاصل تقارير عن مخسارة بوتولتين للالف افريقي بدأت بالسوبر الافريقي مع الدور الافريقي هل يستطيع الزمالك استعادة التوازن بيمشي على سطر الوقت يقصر ويسيب سطر يعني يقصر ماتش ويقصر ماتش بقى 15 نقطة كسبان 8 وخسبان 7 في الدور هل حيستعد توازنه بعد خسارة ام ببكرة في مباراته قدام زد ولا لا واخد بالك انت عندك مبارات بكرة تنطلق مبارات ان شاء الله الجولة السادسة للمنتخب هنتبع التقارير دي ثم نلتقي مع ديوفنا في الفقرة القادمة نجمينا كابتن محمد عبد الجليل والنقد الرياضي الزميل العزيز الاستاذ احمد الخضري ترجمة نانسي قنقر